تويج فريق منشستر سيتي الإنجليزية بلقب دور أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه الصعب على فريق انتر ميلان بهدف دون رنتا وبتتوجه باللقب الأوروبي نجح منشستر سيتي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد حصد لقبي الدور الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد محاولات عديدة للظفر باللقب الأغلى للأندية نجح المدرب الإسباني بيب جورديولا وفريقه أخيرا في تحقيق دور أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها على حساب انتر ميلان بعد موسم استثنائي فرض فيه السيتزينز سيطرتهم محليا ليحققوا ثلاثية نادرة بعد تتويجه بالثنائية المحلية الدوري والكأس المباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين حيث كان الفريق الإيطالي منافسا عنيدا أمام السيتزينز وأضع العديد من الفرص المحققة للتسجيل وظل صامضا أمام المد الإنجليزي حتى الدقيقة الثامنة والستين عندما وقع رودري على هدف المباراة الوحيد ليخطف لفريقه اللقب الغالي وبعد نجاحه في قيادة فريقه لحظ اللقب أصبح جورديولا أول مدرب يحقق الثلاثية مرتين في أوروبا بعد إنجازه مع برشلونة في عام 2009 بهذه البطولة انضم مانشستر سيتي إلى أربع فرق ضمنت مقاعدها في بطولة كأس العالم للأندية في إنجاز طالما راود عشاق النادي لينضم إلى قائمة كبار أوروبا الذين سبقوه بحمل الكأس ذات الأذنين ترجمة نانسي قنقر